قد قمت بمناشبة الرأي العام العالمي وقلت إن هذا القرار في حكم العدم أمام التاريخ والأخلاق والقانون والضمير أيضاً ونحن كذلك قلنا بأن معاقبة الفلسطينيين أن هذا القرار يعني معاقبة الفلسطينيين الذين أعلنوا مراراً وتكراراً بمطالبتهم بالسلام وكانت جهدهم كذلك في الأمر أنا أريد أن أريكم ماذا حدث في فلسطين منذ عام 1947 انظروا عام 1947 هنا على الخارطة كيف كانت فلسطين وأراضي فلسطين وكذلك الأمم المتحدة وضعت خطة التقسيم في 1947 وهنا نجد تقلصاً ملحوظاً لأراضي دولة فلسطين وفي حين الأراضي الإسرائيلية تنمو وننظر إلى 1967 نجد أن التقلص لفلسطين يستمر وإسرائيل تكبر وتتسع أراضيها واليوم هكذا المشهد انظروا إن حجم أراضي إسرائيل في 1947 هو حجم أراضي دولة فلسطين اليوم للأسف الشديد اشتركوا في القناة